إلى تركيا حيث عاد حزب الشعب الجمهوري المعارض ليشكك مجددا في نتائج الاستفتاء الدستوري إذ رفع الحزب شكوى إلى مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي يقضي بصلاحية بطاقات الاقتراع غير المختوبة هذه الخطوة ثأرت جدلا جديدا بين أنصار التعديلات ومعارضيها ما يؤشر إلى انقسام حاد في الشارع التركي يصعب تجاهله أو تجاوز آثاره على المشهد السياسي صفحة الاستفتاء في تركيا لم تطوى بعد بل تحولت التعديلات على النظام السياسي في البلاد حتى بعد إقرارها إلى مصدر جدل حاد بين الحكومة والمعارضة أنقرة تسعى أساسا إلى سحب البساط من تحت أقدام خصومها للحيلولة دون طعنهم في نتائج الاستفتاء حزب الشعب الجمهوري لا يملك الحق في الاستئناف على المحكمة الدستورية لأن قرار اللجنة الانتخابية نهائي وليست هناك سلطة متكافئة تطعن على هذه القرارات وزير العدل التركي أضف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنوي المعارضة اللجوء إليها لا تختص بالبد في الاستفتاء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أعلن لجوءه فعلا إلى مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في البلاد ورد الحكومة لم يتأخر إذ قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن تحرك المعارضة ليس سوى مضيعة للوقت وتتهم المعارضة الحكومة بالضغط عليها لعدم استخدام سليب قانونية مشروعة للتعن في نتائج الاستفتاء انتلاقا من حالات بعينها ليس قلها قبول لجنة الانتخابات بأوراق تصويت غير مختومة مانا من اسطنبول كاتب الباحث السياسي محمد زهد قل أهلا وسهلا بك إلى فكاينيوز عربية وغرفة الأخبار سيد قل حتى المعارضة في طرحها هذا وتشكيكها تعلم أن الموضوع ربما في الأغلب لن يتغير يعني النتيجة لن يتم التأثير عليها لكنها تحاول وتطرق أبواب المحكمة الإدارية العليا محكمة الدستور العليا إلى متى قد يستمر هذا السجال وإن بدت الحكومة والرئيس أردوغان غير معنيا إطلاقا بما يحدث يعني بكل أسف الواقع كما تفضلت يعني أعتقد أن تركيا تنتظر النتائج الرسمية من خلال الجريدة الرسمية وبذلك تكون القضية في قناعة حسمت بشكل واضح وأعتقد أن المعارضة نعم حتى لو راجعت هذه المحاكم التي تفضلت بها هذه المحاكم كما أشار التقرير هي ليست ذات الإختصاص والشأن وأعتقد المادة هناك مادة دستورية أظن التاسعة والسبعين إذا لم تخني الذاكرة التي تتحدث عن أحكام أو اختصاصات اللجنة الانتخابات العليا والتي لا يمكن طعن قراراتها بالمحاكم وبالتالي باعتبارها جهة مستقلة وتمثل فيها أحزاب المعارضة والأحزاب السياسية بشكل عام وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر ربما من يعني دعني أقول من عدم رغبة الخطاب السياسي حتى هذه الأعضاء عند المعارضة يعني أعتقد أنه يتوجه إلى دعني أقول إلى عدم قبول النتيجة من جهة وهو الأمر الذي لن يؤتي بنتيجة أعتقد إيجابية للمعارضة يعني أعتقد أن النتيجة التي فاز بها جبهة لا عموما هي نتيجة يمكن البناء عليها مستقبلا لو أرادت توظيفها في إطار سياسي حقيقي هذا سنتحدث فيه لاحقا سيد زهد الواقع الذي نشاهده مع الأسف هذا شيء آخر فعلا لكن اسمح لي هنا المعارضة ربما يقول بعضنا تصرفت بطريقة مختلفة هذه المرة لم توجه الاتهامات لا للحكومة ولا للرئيس وإنما ركزت على اللجنة العليا للانتخابات وقالت أنها أساءت استخدام صلاحياتها من خلال قبول هذه الأصوات غير الممهورة خلافا لمادة القانون والدستور التي تمنع ذلك ولم تجري حتى تحقيقا لمعرفة مصدر هذه الأصوات أو كم عددها إذا كان مصدرها إهمال من الذين لم يمهروها أم أنها جاءت من الخارج دور هذه اللجنة هل سيكون هناك ظلال من الشك مستقبلا على أي دور ستقوم به هذه اللجنة لأن الاتهامات كلها تصب على اللجنة وليس على الحكومة أو غيرها إذا ما نظرنا إلى تصريحات اللجنة إذا كنا نتحدث عن قضية أو طعن إجرائي بشكل عام تقني يتعلق في الأوراق المختومة وكذلك الظروف المختومة لكن فيما يتعلق بقضايا أن تكون هذه الأوراق أو الظروف جاءت من الخارج وما إلى ذلك فاللجنة برأت نفسها أو أنها مستعدة للتحقيق بشكل أوسع في أي قضية تتعلق بأي جزئية تتعلق بالتزوير تتعلق بأي ورقة واجأت من الخارج لو كانت لدى المعارضة ادعاءات من هذا النوع فيما يتعلق بلجان فيما يتعلق بأي مكان معين فيه على الأقل احتمالية وقوع مثل هذا الأمر فاللجنة العليا قالت في تصريحاتها لأنها مستعدة للتحقيق بغض النظر كانت هذه الورق مختومة أو ممهورة أم لا لكن عمليا يبدو أن الاعتراض حتى هذه اللحظة هو اعتراض تقني فقط وهذا الأمر إذا ما نظرنا إلى تاريخ السياسة التركية أو تاريخ الانتخابات التركية تحديدا كانت بين مد وجذر ونشاهد أيضا مواقف الحزب الشعب الجمهوري أنها كانت مع إنجاح عدد من الانتخابات السابقة التي حصل فيها مد وجذر على بعض أمور تقنية منها موضوع ختم الأوراق وبالتالي أعتقد أن هذا النقاش لن يستمر طويلا على الأقل في الداخل التركي وأعتقد أن المعارضة ستسلم بالنتيجة بشكل عام لكن كيف ستعارض حقيقة المعارضة بعد ذلك هذا ما سنشاهده بطبيعة الحال في قادم الأيام في السؤال الأول أن هذه النتيجة التي حصلت عليها المعارضة جبهة لا هي كبيرة ويمكن البناء عليها سياسيا 48.4 أو 6% وبالتالي كيف يمكن أن تبني عليها المعارضة الآن خصوصا وأن هذه الجبهة أظهرت أن هناك إمكانية لتعاون أكثر من جهة في نفس البوتقة السياسية يعني يسار على يمين على قوميين على أكراد كلهم التحموا ضمن جبهة معارضة واحدة هل هذا سيغير المعادلة السياسية في تركيا مستقبلا برأيك والله يشوف إذا استطاعت المعارضة أن توظف هذا الانتصار بشكل عام أعتقد أنه انتصار معنوي إذا استطاعت أن توظفه خلال السنتين القادمتين إلى عام 2019 إذا سلمنا أن الانتخابات ستكون في عام 2019 وليس أقرب إلى ذلك الوقت إذا استطعت أن تقدم مرشحها الأوفر حظا يعني ربما تكون هناك انتخابات مبكرة يعني كاحتمال لكن إذا ما أخذنا الأمور باعتيادي أن الانتخابات ستجرى في وقتها الطبيعي الذي هو 2019 إلى ذلك الوقت أمامنا قرابة سنتين أو سنتين خلال سنتين أو سنتين بإمكان المرشحة أن تعمل على مرشح للرئاسة وبالتالي تستطيع هذا المرشح عمليا الذي يتم التعرف عليه من قبل الشارع ومن قبل الجمهور ومن قبل المعارضة أن يقدم برنامج سياسي يستطيع منافسة السيد رجب طيب أردوان هذه النقطة أساسية يعني حزب العدلة والتنمية رغم انتصاره بشكل عام في نتيجة الاستفتاء إذا ما نظرنا إلى تصريحاته اليوم والأمس كلها تتحدث عن مراجعة حقيقية داخلية بسبب النتيجة التي أخذتها وحصلت عليها في هذا الاستفتاء بمعنى أننا سنجهد في الحزب الحاكم الذي هو منتصر أصلا والذي هو أقرب إلى الانتصار حتى في استحقاقات قادمة لكنه يكون بمراجعة حقيقية وأعتقد أننا سنجهد داخل حزب العدلة والتنمية التغير حقيقي في الهيكلية وسنجهد شعارات الجديدة وربما سنجهد خطاب سياسي مختلف عن الذي اعتدنا عليه هذا الأمر كله من أجل استحقاقات المرحلة المقبلة والحسابات التي ستبنى من أجل الصندوق المقبل يعني هناك حسابات تبنى من هذه اللحظة من هذه من الآن مباشرة في كل الاجتماعات لكن مع الأسف لا نشاهد هذا الحماس ولا نشاهد هذه الجدية في أحزاب المعارضة طيب سؤال أخير باختصار لو سمحت سيد زاهد قل هنا نقطة المعارضة وهناك من يقول بأنه اتهامات التزوير أو اتهامات هي الأقوى في الفترة الأخيرة في تركيا وأيضا أنه هذه النتيجة التي خرج بها الاستفتاء دليل انقسام مجتمعي ربما إذا تركنا السياسة وذهبنا للوضع على الأرض هل نتوقع أن يبقى هذا الاستقطاب الاجتماعي مستمرا خلال السنتين القادمتين حتى حسم الانتخابات الرئاسية أم هناك من ربما سيحاول للملمة الشمل بين الطرفين يعني أعتقد أنه لا يوجد هناك قسام حقيقي في الشارع بدليل النتيجة يعني إذا كنا نتحدث عن أن أصوات من حزب العدالة والتنمية وأنا أعتقد أن هذه الأصوات لا زالت داخل حزب العدالة والتنمية بمعنى أنها ستصوت للعدالة والتنمية في الانتخابات القادمة هذه صوتت بلا وكذلك أصوات تقدر على الأقل بـ 30% من حزب الحركة القومية صوتت أيضا بلا وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة لا بأس بها لم تكن مقتنعة بهذا الاستفتاء أو بجدوى هذا الاستفتاء أو بالموضوعات التي طرحتها طرحتها من نظام الرئاس هذه التعديلات الدستورية وبالتالي لا أعتقد أن هناك ما يمكن تسميته بالانقسام الحقيقي في الشارع بمعنى أن الشارع لم يقتنع وبالتالي صوت وهذا الأمر يدلل في قناعة على الوعي السياسي الموجود حقيقة في الشارع التركي وخاصة في المدن الكبرى اسطنبول وأنقرة يعني أنها ليست منساقة خلف حزب سياسي وإن كان بطبيعة الحال الزعامة وزعامة الحزب كما شهدنا ذلك في عدد من الاستطلاعات التي خرجت بعد الاستفتاء أن اللاعب الرئيسي الذي لعبته جبهة نعم في الاستفتاء يعني من صوت بنعم قرابة 80% منهم صوت لأن السيد رجل طيب أردغان هو من طلب منهم التصويت بنعم وبالتالي يعني ليس كل الشارع التركي ليس كل جبهة نعم هم من يريدون التصويت فقط لأن السيد رجل طيب أردغان طلب منهم أن يكون الصندوق بهذه الشكلة وبالتالي هناك ما لا يقل عن 10 إلى 15% من داخل حزب العدالة والتنمية أو من يصوتون لحزب العدالة والتنمية هم سيصوتون مرة أخرى لحزب العدالة والتنمية إن رأوا ذلك مناسباً أو رأوا البرنامج السياسي مناسباً وبالتالي لا أعتقد أن هناك قساماً حاداً إلا في الخطاب السياسي بطبيعة الحال أنا أعتقد أن الخطاب السياسي الموجود لأحزاب المعارضة والحزب الحاكم أيضاً لا شك أنه خطاب شديد اللهجة خطاب إقصائي خطاب يقوم حتى على نوع من أنواع التحريط في العنف سواء في خطاب المعارضة أو في خطاب بعض أشخاص المقربة من الحزب الحاكم نعم شكراً جزيلاً لضيفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد قل شكراً جزيلاً